نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات بشأن إصدار مجلس الوزراء قراراً بفرض رسوم بقيمة ألف دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم وشدد المركز على أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر بخلاف الرسوم السرية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول موضحاً أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة ألف دولار لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض للسياحة وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية